أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نروح لأخبارنا في البداية هنبتدي بكرة اليد الرجال وسيدات هنبتدي بالرجال كان عندهم مباراة مهمة في الدور أو الجولة الخامسة في بطولة الدوري وكانت مع نادي الشمس الحقيقة نادي الشمس من الأندية المهمة والقوية في الدوري ومطشطها بنسبة كبيرة بتحدد بطل الدوري نادي أهلي ستطعن يفوز بنتيجة كبيرة 30-19 في المباراة التي تلعبت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة الشوت الأول كان انتهى لصالح نادي الأهلي 17-10 يعني هنا واضح التفوق حتى في الشوت الأول على عكس اللي احنا شفناه فيه الأربع جولات الماضية ان كان دايما الشوت الأول بيكون close game وبعد كده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني بيلعب بأوراق الربحة الشوت الثاني وبيفرق ولكن واضح ان الفرقة كانت فيئة في الشوت الأول والثاني والحقيقة حسموا اللقاء بشكل جيد مين أول الدوري نادي الأهلي هو أول الدوري برصيد 15 نقطة بيتساوى مع مين؟ بيتساوى مع نادي البنك الأهلي واضح ان الدوري كل ما هو أهلي فهو أول طيب البنك الأهلي عمل إيه؟ البنك الأهلي فاز في مفجأة على نادي الزمالك في ميتة عقبة وده اللي ادى للبنك الأهلي الأفضلية وادى له التساوى في النقاط مع نادي الأهلي وطبعا كان مباراة الزمالكة تمشي بشكل دراماتيك شوية انتهت بفوز النادي البنك الأهلي الفوز ده الرابع لنا بعد أربع جوالات الفوز ده بعد أربع فوز ده الفوز الخامس الجولة الخامسة ولكن كان فيه أربع فوز قبليه الظهور والمعادي والعبور واسموحة وبمناسبة اسموحة كان في اسكندرية ما كانش على صدر الأمير عبدالله الفيس فريقنا عندها المطش الجاي نادي أصحاب الجياد ولا هيكون يوم التلاتة إن شاء الله ومباراة مهمة عشان نستمر على يعني قمة أو صدارة الترتيب الفرقة أو فريق كرة اليد بفكر حضراتكم هو الرجال والسيدات هيتيروا آخر الشهر إن شاء الله يعني بيكلم بعد أسبوع بالكتير أو 8 إيام إلى كونغ برزافيل عشان يخوضوا منافسات بطولة أفريقا للأندية الأبطال بطولة مهمة جدا جدا وحامل اللقب بيحجز مقعده في السوبر للسنة الجاية اللي هي 20-24 بإذن إلا